محور اللي تكلفت بنشيط دياله هو الرفاق الجمعية من الفكرة الى الترسخ فكانت هذه مناسبة للقاء مع مجموعة من الشباب لإعطاء نبدة رئيسية حول تجربة الجمعية المغربية التربية الشبيبة في هذا المجال للتعطير التربوي والجمعوي وموقع الجمعية في الخريطة الجمعوية ودورها في تنشيئة اجتماعية للتعطير المغربي وكان أيضا مناسبة للوقوف على تجربة الجمعية في تعطير الرفاق الجمعية هذه الفئة العمرية اللي هي في عين واللي كانت اللامج السباقة في هذه الفكرة هذه والتعطير ديالها وبطبيعة الحال عبر السنوات رسخت هذه الفكرة ديال اللامج منذ سبعة وثمانين تمانية وثمانين واجتهدت عبر أطورها وإطارتها لتطوير هذه الفكرة هذه بلأنه أصبحت فكرة مرصخة وعودة على الجمعية أنها تقيم سنويا هذه الملتقيات لفائدة الشباب ديالجمعية بل أنه في بعض المحطات أنه كانت ملتقيات ربيعية أنا بالنسبة لي إحساس ديالي دائما داخل اللامج لأن أنا أميجي منذ ما يزيد لها 40 سنة أنه دائما داخل اللامج أفتخر بانتمائي لها وهي مدرستي الثانية الرئيسية في هيتي وفخور جدا ومعتز جدا أنني مع شباب كانوا أطفالا وآلان ويافعين وريفاق جمعية وأصبحوا الآن أطورا وأنا أفتخر بهن وبهم جميعا ومسرور جدا متواجد معهم وأعزهم كثيرا وأحترمهم وأشكرهم على التقدير موسيقى